والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نتابع القراءة في هذا الكتاب وهو العلمانيون والقرآن الكريم لأخينا الدكتور أحمد إدريس الطعان نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل لأنه كما أشرنا سابقا أنه مصاب الآن بالكورونا وهو في المستشفى وقد كان أضعه حرجا لكن الحمد للآن أفضل وهو يتماثل الشفاء فلا تنسوه من صالح دعائكم كنا قد وصلنا إلى هنا لقد تزامن انتقال الفكر الرشدي إلى الغرب مع عاملين العامل الأول هذا قرأناه طبعا العامل الأول الفتح الثقافي الإسلامي والعربي للبلاد الأوروبية اللي هو يعني انتشار فكر ابن رشد في أوروبا وانبهار كثير من الأوروبيين به طبعا العامل الثاني هنا هذا الذي سنخصص المجلس له هذا هو يقول هنا العامل الثاني لقد ترافق انتقال الفكر الرشدي إلى الغرب مع أجواء الحروب الصليبية وحارث العداء الشديدة التي تزعمتها الكنيسة لكل ما هو عربي وإسلامي حروب الصليبية سيعطينا الآن نبذى عنها سيعطينا المؤلف لمحة عنها ومثلا يقول هنا كان ذلك منذ أن دعا البابا أوروبان الثاني في القرن الحادي عشر الميلادي بالضبط 1095 ميلادي في كليرمونت بفرنسا إلى تحرير قبر المسيح المقدس يعني هذا أوروبان الثاني قام خطيبا في منطقة اسمها كليرمونت بفرنسا يقال أنه هي بجنوب فرنسا ودعا المسيحيين إلى تحرير قبر المسيح المقدس فهنا يورد قسم من خطبته يقول وكان يصيما أن هذا أوروبان الثاني عليكم أن تطهروا الأرض المقدسة التي يعيش فيها إخوانكم المسيحيون من أولئك الرعاع اللي هم يعني العرب والمسلمون طيب وهنا يذكر لنا نحن مراجعه طبعا المرجع السابق هنا يقصد به هذا الله ليس كذلك لزغريد هناك هذه الكاتبة الألمانية التي قلنا لها أيضا كتاب شمس العرب تصطح على الغرب طيب فبدأ الوعاظ لاحظنا هذا البابا هذا قدوتهم هكذا يقول فبالتالي اتباع الكنيسة أو الوعاظ والقصص صاروا أيضا هم يمشون على سيرته مثل ما بنقول نحن بالعام يبدو على مطرأته فبدأ الوعاظ يطوفون أو ربا يؤلبون الفرسان الفرسان العاطلين عن العمل بحماس لكي ينقذ قبر المسيح وكانت هي في الحقيقة دعوة تخفي أطماع الكنيسة السياسية يعني اللي هي السيطرة على الشرق وعلى موارده وعلى ثرواته واحتلاله احتلاله وما إلى ذلك في تلك الأثناء في تلك الأثناء التي كان الغرب يتربص بالمسلمين الدوائر والكنيسة تجيش الفرسان وتحمس الجنود لقتال الكفرة الفجرة وكان الأسقف إجناتيوس في بيزنطة يتلقى رسالة من أخيه الروحي البطريارك ثيودوس ثيودوسيوس من بيت المقدس يقول فيها إذن يتلقى هذا الأسقف هذا إجناتيوس من البطريارك هذا ثيودوس ماذا يقول فيها ثيودوس هذا إن العرب هنا هم رؤساء الحكام وهم لا يحاربون النصانية هذا يتكلم عن واقع البطريارك هذا هو لأنه من بيت المقدس يرسل له يرسل إلى بيزنطة إلى هذا الأسقف في بيزنطة يقول له إن العرب هنا هم رؤساء الحكام وهم لا يحاربون النصانية بل على العكس من ذلك يحمونها ويزودون عنها يدافعون عنها ويوقرون قساوستنا ورهباننا ويجلون قديسينا يعني كيف هم أصلا بقيت النصانية إلى ذلك الوقت أو حتى إلى وقتنا يعني إلى وقتنا إلى الحاضر أو حتى إلى ذلك الوقت الذي يتحدث في عنه كيف بقيت له لو لا حماية المسلمين لهؤلاء لأهل الذمة وما إلى ذلك طيب ثم يقول ولكن الخطب الخطب الحماسي أننا على الرغم من أنه أرسلوا أرسل نصارى الشرق إلى نصارى الغرب رسائل تطمنا رسائل تطمنا أنه نحن لا نحيش هنا في الطهاد والعرب هنا يوقفروننا بالعكس يعني هم لا يطهدون بل يحموننا يعني أصلا ذمة الله ورسوله ومن خفرها خفر ذمة الله ورسوله طيب لكن الخطب لكن الخطب يعني الرغم من هذه رسائل تطمنا من نصارى الشرق إلى الغرب لكن الخطب الحماسي للبابا في الغرب وما إلى ذلك كانت تزيد من كانت توقف هذا الأتون الطائفية الدينية بين الغرب والشرق وما إلى ذلك طيب يقول ولكن الخطب الحماسي الرنانا كانت قد فعلت فعلها في قلوب المسلمين وأججت نار الحقد المسعور نار الحقدي المسعور حتى دفعتهم أن يدخلوا بيت المقدس يعني هذا اللي صارت يعني نتيجة هذه هذه الخطبة الحماسية الأوربان الثاني هذه عندما شجع أو دع إلى تطهير قبل المسيح نتجت نتجت بهذه يعني هذه النتيجة أدت إلى هذه النتيجة الكارسية لاحظنا حتى دفعتهم أن يدخلوا بيت المقدس فيحصدوا الأرواح حظا ومصادرهم الغربية تشير إلى أنهم ذبحوا قرابة عشرة آلاف إنسان في الشوارع من النساء والأطفال والرجال يعني هذه مصادر غربية تؤكد ذلك قبل المصادر المصادر العربية وأنا تابعت على الجزيرة الوسائقية فيلم عن الحروب الصلبية وتكلم أحد المتحدثين وكان من أقباط مصر وقال بأن هذا الغرب المصادر الغربية تؤكد هذه المذابح حتى هي في هذا الفيلم الوسائقي في الجزيرة أتوا أصلا بساتذة جامعين من فرنسا ومن إنجلترا ومن غيرها من الغربيين يعني تأكدوا وجود هكذا يعني مذابح يعني التي وقعت بإسم الرب المسيح عندهم وما إلى ذلك طيب يعني وقعت زورا بهذا الإسم طبعا والفيلم على الجزيرة موجود على اليوتيوب لمن أراد أن يتابعه اللي هو الحروب الصلبية طيب هو عدة أجزاء طبعا وفي جزء منه كامل يعني هذا يعني سموه الحروب الصلبية الفيلم السينمائي أو ما إلى ذلك طيب قال وما يزيد الجرح عمقا أن أحد البطاركة أن أحد البطاركة نفسه كان يعد في زقاق لاحظ بها لاحظ بها هنا على هذه على هذه العدوانية كان يعد في زقاق بيت المقدس وسيفه يقطر دما يحصد به كل من يواجهه ولم يتوقف حتى بلغ خنيسة القيامة فغسل يديه وهو يردد لاحظ ماذا يقول لاحظ يفرح الأبرار حين يرون عقاب الأشرار أبرار يعني هو يعني من ذلك نفسه هو وقومهم يعني هؤلاء أصحاب الحملة الصليبية يفرح الأبرار هؤلاء الصليبيون حين يرون عقاب الأشرار يعني هؤلاء المسلمين الذين يعني ذبحوا في هذه الأزقة أزقة بيت المقدس قال يفرح الأبرار حين يرون عقاب الأشرار ويغسلون أقدامهم بدمهم يغسل الصليبي كان يده يأيديه أو أقداميه بدم هؤلاء المسلمين الذين سفق دمعهم فيقول الناس حقا إن للصديق أو ممكن للصديق مكافأة وإن في الأرض إلها يقضي هكذا يقضي بهذه الشفونية بهذه العدائية وبهذه البربرية أحول أولا أخوة إلا بالله طيب قال لقد كان البابا يخاطب الفرسان الصليبيين قائلا أي خزي يجللنا وأي عار لو أن هذا الجنس من الكفار يعني يقصد المسلمين أي يعار لو أن هذا الجنس من الكفار الذي لا يلق به إلا كل احتقار لا يلق به إلا كل احتقار والذي سقط فيه هاوية التعري عن كرامة الإنسان جاعل النفس وعبدا للشيطان قد قدر له الانتصار على شعبنا المختار أو على شعب الله المختار يعني كيف هذا الشعب الذي يسميه أنه من الكفار ومن ومن عبادة الشيطان كيف ينتصر على شعب الله المختار ومن هنا جاءت فكرة شعب الله المختار يعني كما يؤكد يعني بعض الباحثين أنه هذه أتوا بها من هنا من هذه من هذه تلفيقة التي أتى بها البابا هذا في خطابه ثم يستعرض لنا الحملات الصليبية التالية مثلا الحملة الصليبية الثانية سنة 1144 شارك فيها لويس السابع متوفى 1121 و عفوا وولد 1121 توفي 1180 لأنه شارك فيها وهي بدأت في 1144 هذا لويس السابع ملك فرنسا سأتكلم الآن و كونراد الثالث كونراد الثالث متوفى 1152 فهذا ملك ألمانيا لذلك هنا يقول شارك فيها لويس السابع و كونراد الثالث ملكا فرنسا وألمانيا يعني هذا أول واحد ملك فرنسا والثاني ملك ألمانيا ولم تنجز شيئا ثم استعاد صاح الدين بيت المقدس سنة 1187 ولم يفعل كما فعل النصارى ولم يفعل كما فعل النصارى قبل 88 عاما بل احتل المدينة احتلالا نظاميا وإنسانيا يعني هو مفوض حررا يعني منهم لم يؤذي فيه أحدا من النصارى ولم ينهب ولم ينهب بيوتهم ثم أطلق الأزواج والأسرة وقدم الهبات والعطايا للأرامل واليتامة هذا أيضا ينقلوا هنا عن مصدر غربي اللي هو لاحظ هنا إسلام الغرب روم لاندو يعني لذلك هو يعبر هنا يقول لك احتلها احتلالا نظاميا يعني أو نحن نحررها من احتلالهم يعني طيب لكن شوف يعني هو لم يؤذي فيه أحد لم يؤذي فيه أحد من النصارى بالعكس هو إيش أطلق الأسرة وقدم الهبات للعطايا قدم الهبات والعطايا للأرامل في سنة 1189 قام حملة الصليبية الثالثة يعني بعد حوالي 40 سنة 40 سنة من شارك فيها فريدريك بارباروس هذا ملك ألمانيا فليب أغسطس هذا ملك فرنس ريكار دوس ريكار دوس قلب الأسد اللي هو يسمونه أظن ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا فثلاثة من الملوك أوروبا ملك إنجلترا هذا قلب الأسد وملك ألمانيا بارباروس وهذا فيليف أغسطس ملك فرانسا ولكن الحملة باءت بالفشل وعموما يقول هنا وعموما فقد نجحت الحروب الصليبية المقدسة في خلق شقة واسعة تفصل بين الشرق والغرب بدلا من أن تعيد تدعيم الجسر الرابط بين الثقافتين تجمع بينهما في نهاية المطاف مفاهيم إيمانية مشتركة هذا أيضا يقوله عن الإسلام الغرب يعني بدل أن ينظروا إلى القواسم المشتركة أنهم مثلا صاحب أصحاب ديانات سماوية وإن كانتها في النصانية حرفت لكن باعتبار الأصل يعني هم يؤمنون مثلا بالله ويؤمنون باليوم الآخر وما إلى ذلك كان مفروض يبحث عن قواسم أخرى ومشتركة لا أن يعني أن يبعدوا الهوة بدل أن يجسروا الهوة لاحظ أنه يعيد تدعيم الجسر الرابط بين الثقافتين لا هم بهذه الحروب الصالبية خلقوا هو أكبر وشقة واسعة تفصل بين الشرق والغرب قال وفي مثلي وهذا الذي هم هنا هنا في مثلي هذه الظروف العدائية احتك الفكر الرشدي بالغرب فما كان من الكنيسة إلا أن جندت سدنتها سندتها سندتها يعني السدنة يعني الحامي يعني حامي الكنيسة أو القائم عليها إلا أن جندت سدنتها لمحاربة الفكر الرشدي الغازي فقامت بترجمة كتاب تهافت الفلاسفة ترجمة لاتينية بعيدة كل البعد عن حق الكتاب ومحشوة بالتحريف والتناقض والافتراء هذا ينقل هنا عن إرنيست رينان بالرشد والرشدية يعني لاحظ افتروا على الرجل افتروا على الرجل حينما ترجموا ترجموا كتابة ترجموا كتابة وهذه الترجمة المهينة يعني والهزيلة يعني أصلا هي تعمد تحريفها قال علما بأن ابن رشد مشاء أرسطي في أغلب فلسفته يعني على طريقة أرسطو قال والكنيسة كذلك كانت تتبنى نظريت أرسطو في الكون يعني أن الله خالق في هذا الكون وما إلى ذلك طيب طيب ليش لك كانوا يعادوا الكنيسة ليش عادت لماذا عادت الكنيسة عادت أرسط عادت ابن رشد الأرسطي أصلا المشائي يعني مع أنه كلاهما يعني نفس يتبنى نفس الفلسفة تقريبا قال لا ما هي الكنيسة كانت تتبنى نظريت مع أنها كانت تتبنى نظريت أرسطو في الكون وهو ما يتبنى ابن رشد قال ولكن الذي منعها منع الكنيسة من مهادنته من مهادنت ابن رشد والتحالف معه هو أنه عربي مسلم يعني هذا سبب طائفي سبب طائفي وبذلك كان جل خدام الكنيسة في القرن الثالث عشر متفقين على مناهضة الرشدية ومحاربتها ومن هؤلاء ريمون لول وجيل دوروروم دوروم دوروم وتومى الإكويني وألبرت الكبير الكبير و جيليوم الأفريني الأفريني وبترارك بترارك يعني هذه أسماء فلاسفة فلاسفة غربي هؤلاء الفلاسفة هؤلاء كانوا يقومون بمناهضة الرشدية والرد عليها وتفنيدها لسي ماذا تومى الإكويني طيب قال لقد شن ريمون بقى يبدأ بهذا ريمون لول ريمون لول حربا صليبية فكرية هذه المرة يعني هم طبعا كانوا يكملون أنفسهم عندهم الحرب الصليبية جناح عسكري وجناح فكري طبعا وهذا إلى الآن مستخدم يعني لكن الآن أمريكا الآن تتزعم بقى قضيت بقى الحملات العسكرية اللي هي أصلا يعني جورج بوش الابن صرح بأن هذه حملة صليبية في 2003 حينما شن الحرب على العراق ومن قبل على أفغانستان وما إلى ذلك طيب لكن في ذلك الوقت كانت أوروبا هي التي تزعم وكانت أمريكا أصلا ليست معروفة فكانت أوروبا هي التي تزعم الحرب الصليبية على رأسها في دولة فرنسا وألمانيا وإنجلترا وما إلى ذلك طيب قال لقد شنى ريمون فهذا يكمل هذه الحرب هؤلاء الفلاسفة الغربيين وهم أيضا لما لما بدأت الحرب أو الاحتلال الغربي للشرق في مطلع القرن العشرين الاحتلال الأوروبي أيضا كانت تحمل كان احتلالا بجناحي أو كانت حملة بجناحين حملة عسكرية لما مثلا احتلت فرنسا احتلت سوريا واحتلت مثلا ايطاليا ليبيا وهكذا كانت في ذلك مع الاحتلال العسكري كان يوجد احتلال أو في حملة حملة غربية استشراقية لتشويه العرب والمسلمين والعجوم على تراثهم وما إلى ذلك هذا ممكن نأتي عليه لاحقا أو في هذا الكتاب تعرض إليه أظن لقد شنى ريمون كما قلت لكم أن هذا الكتاب قرأته إبان يعني أو عندما كان يعني المؤلف يكتبه أو حينما قارب على نهايته لأنه يعني أرسل لي نسخة منه مشكورا وأرسل لزملائه لقراءته قبل المناقشة يعني من أجل أنه إيش المساهمة في تصحيحه المخطاءة بطبعية وإبداء الملاحظات وهذه عادة متبع يعني الباحث حينما يقارب أو يقارب على الانتهاء من رسالتي أو قبيلة المناقشة ومناقشة الدكتوراه يعني يرسل نسخ إلى زملائه لكي يساعده في التصحيح وإبداء الملاحظات لتلافيه فأنا قرأت هذا الكتاب معظمه وكنت أتناقش مع المؤلف عبر الهاتف وأحيانا نجلس ونتناقش في أفكاره وأنا معجب جداً في هذا الكتاب في الواقع لأنه يعني لخص فيه الفكر العلماني وتاريخي وأفكاره ويعني موقفي وموقف ورخص فيه أيضاً موقف هذا الفكر العلماني من الدين بشكل عام ومن الإسلام ومن القرآن وعبر هذه النظر نظري تاريخية النص لذلك هو سمان العلماني والقرآن الكريم تاريخية النص وهو أصلاً كان اسمه موقف الخطاب العلماني من النص القرآني لكن لما طبع حكذا صار اسمه طيب هنا يقول لقد شن ريمون لول حرباً صليبية فكرية في القرن الثالث عشر ضد الرشدية والرشدية والرشدية عنده تساوي الإسلام وكان يهاجم فقط لأنها تساوي الإسلام لأنه بنظره تمثل الإسلام مع أنه أصلاً بن رشد يعني يعني كما قلنا سابقاً لهم حتى علماء المسلمين بعضهم انتقده وهو أصلاً كان يعني كان خصماً لمذهب أهل السنة والجماعة مذهب الأشاعر والماتوليدي وكذا لذلك كما قلنا يستخدم ابن تيمية للرد للرد على الأشاعر فينقل من كتبه للرد عليهم كما ذكرنا وأنا سبق أن سجلت تسجيلاً بيّنت فيه يعني كيف إيش ينقل ابن تيمية عن ابن رشد من كتابه منائج العدلة ومن فصل المقال بين الحكمة وشيء متصال ينقل نقلات طويلة منه للرد على للرد على الأشاعر سواء في قضية الصفات والاستدلال عليها بالعقل أو بالنقل وقضية أيضاً هذه مهمة قضية قدم العالم وحدوته لأنه بن رشد يرى أنه العالم قديم مثل ما كان يرى أريستو وبن تيمية يعني يعني أخذ كثير من أفكاره وأدلته في قضية أن العالم قديم بالنوع من ابن رشد وهذا ممكن أن نتعرض له في محاضرة أخرى لأنه يرى أنه العالم قديم قديم لكن بالنوع هكذا يرى ابن تيمية أنه نوع العالم قديم لكن أحده أحده حادثة لكن أريستو أنه يذهب إلى أن عين العالم قديم يعني طبعاً الأشاعراء يرون أنه لا هو العالم بنوعه وأحده حادث لأنه أصلاً طالما الأحد حادثة فالنوع سيكون حادثاً يعني بالضرورة أو يعني بالقطع طيب هذا ممكن نتعرض إليه في مجلس آخر وأنا لتسجيل في ذلك يعني إن شاء الله سأنشره حول يعني استدلال ابن تيمية بكلام ابن رشد للرد على الأشاعراء ونقله من كتاب مناهج ذلة ومن كتاب ممكن فصل المقال كما قلنا صفحات طويلة في ذلك طيب يقول هنا إذن لقد شن ريمون لول حرباً صليبة فكرية في القرن الثالث عشر ضد الرجدية والرجدية والرجدية عنده تساوي الإسلام وهدم الإسلام كان حلم حياته السعيدة وبلغت أهمية ريمون لول منتهها بين سنتين 1310 و1312 على الخصوص حين تنقل في أوروبا مفنداً ابن رشد ومحمداً صلى الله عليه وسلم يعني هو عنده ابن رشد نفسه يمثل دين محمد وقال وقد اقترح عليك ليمان الخامس إيجاد منظمة حربية جديدة لهدم الإسلام وإنشاء كليات لدراسة العربية والحكم على ابن رشد وأتباعه عزل إياه لأي حال يعني وصل إنشاء كليات لدراسة العربية يعني لهدم الإسلام يعني فكرياً يعني طيب والرد عليه يعني قال ثم ينتقل هنا إلى مفكر آخر المفكري الغرب العدوانيين أو الذين جندتهم الكنيسة للرد أو لتفنيد أو لطعن في الإسلام طيب قال وأما بتراريك فقد بلغ به الحقد على العرب والمسلمين أن شن مقاطع اقتصادية وثقافية لكل ما هو عربي وإسلامي فيرفض أن يتعاطى أي ذواء عربي أو يحمل اسماً عربياً ويقول لصديقه أرجو منك فيما هو خاص بأن لا تعتمد على عربك لا تعتمد على عربك يعني في الدواء أو في ممكن في اللباس أو طيب قال وأن تعدهم كأنهم لم يكونوا فأنا أمقت هؤلاء العرب فأنا أمقت هؤلاء القوم أعرف أن بلاد الروم أنجبت علماء وبلغاء وفلاسفة وشعراء ورياضين وخطباء بلاد الروم هنا يقصد أنه يعني أقول هنا هي بلاد الروم هي محرفة وأصحة أن تكون اليوم بلاد اليوم بلاد يعني بلادنا اليوم أنجبت علماء وبلغاء إذن يقول في النص اليوم وأظنه خطأ مطبعياً يعني في الأصل هي بلاد بلاد اليوم في الأصل هكذا قال وأظنه خطأ مطبعياً فرجحت وأنها الروم ليستقيم المعنى يعني هي في الأصل الذي نقل منه أنه وأعرف أن بلادها اليوم لكن هو يقول أخونا الدكتور طعان أنه لا هي المفروض تكون بلاد الروم يعني البلاد الذي هو يسكن فيها قد أنجبت علماء وبلغاء وفلاسفة وشعراء ورياضيين وخطباء وهناك ولد الطب أيضا وأما أطباء العرب فعلي أن أعرف فمنهم وأما أنا فإنني أعرف شعراءهم فلا يمكنني أن أتصور من هو أكثر منهم تخنثا وارتخاءا وعجرا لاحظ هنا يذن شعراء العرب أنهم متخنثون وعندهم هجر في الكلام يعني فحش وما إلى ذلك قال ولا أكاد أحمل على لا أكاد أحمل على الاعتقاد بإمكان صدوري ما هو صالح عن العرب لاحظ ما يستطيع أن تصور أنه في شيء صالح يصدر عن العرب لاحظ إلى أين العدوانية والعدائية ومع ذلك فبأي حق لا أدريه أيها العلماء تغمرونهم بمدائح لا يستحقونها لأنهم كانوا كما قلنا يعني الفكر الرجدي نال إعجاب الكثيرين في الغرب فهو يتعجب أنه كيف أنتم عملتم دحوان وأنا أعتقد أنه لا يمكن أن يصدر شيء عن العرب شيء صالح عن العرب ثم يقول ثم يصف هذا ثم يصف من يمدح العرب بحضرته بأنه كمن يطعنه بخنجر أو يلسع قلبه بقراص لاحظ أنه لا يطيق أن يسمع مديحا للعرب هذا من هذا المستشرق اللي نسمي اللي جندته الكنيسة اللي مهاجمت تراث العرب والمسلمين بشكل عام طيب يقول هنا أخونا الدكتور أحمد طعان يقول إن هذا النص بالإضافة إلى كشفه عن مدى الحقد الصليبي الذي امتلأ به قلوب الذي امتلأت به قلوب بعض خدام الكنيسة فهو يلفت النظر أيضا إلى المدى الذي بلغته الثقافة الإسلامية في امتلاكها لناصية الحضارة والعلم واجتذابها لتعاطف الأعداء قبل الأصدقاء إن العاملين يقول بعد ذلك إن العاملين الذين ذكرناه عفوا إن العاملين الذين لأنه سبق أن شرحنا الآن هذا العامل اللي هو هذا هذا العامل اللي هو إيش ترافق ترافق انتقال الفكر الرجدي إلى الغرب مع أجواء الحروب الصليبية وحارة وحارة العداء الشديد التي سعمتها الكنيسة لكل ما هو عربي أو إسلامي هذا العامل الأول عامل الثاني الفتح الثقافي الإسلامي والعربي للبلاد الأوروبية هذا انتقال الفكر الرجدي كان مع ذور هذين العاملين أنه الفتح الثقافي الإسلامي البلاد الأوروبية والعامل الثاني ترافق هذا الفكر أو انتشار هذا الفكر الرجدي مع الحروب الصليبية طيب هنا بعد أن ذكرنا هذا العامل الثاني يقول يعني كتلخيص أو استنتاج إن العاملين الذين ذكرناهما وتحدثنا عنهما إلى الآن كلاهما أسهما في شهرة الفكر الرجدي وذيوعه وانتشاره فالتعاطف مع الحضارة الغازية من جانب الراغبين في التحرر من احتكار الكنسي الحضارة الغازية يعني الحضارة العربية التي غزت فكريا أوروبا يعني بترجمة بكتب الرشد وما إلى ذلك ما قلنا طيب قال فالتعاطف مع الحضارة الغازية من جانب الراغبين في التحرر من الاحتكار الكنسي للعلم والثقافة والاضطهاد الكنسي للفكر الرجدي ومحاربته والسعي إلى قمعه ونفيه جعل لهذا الفكر للفكر الرجدي الإسلامي جعل لهذا الفكر أنصارا أو جماهير لكن كان للعامل الثاني وهذا الحروب الصليبية كذا الدور الأساس في بلورد الرجدية في أعين الغرب وتحديد صفة هذا الفكر وذلك بوصمه بالإلحاد والكفر والزندق طبعا لأنه أصلا هذا العامل الثاني اللي هو شن الحروب الصليبية شن حروب عسكرية كيف شن حروب عسكرية وبيبقوا على الحياد في الحرب الفكرية لذلك هم وصفوا هذا الفكر قال بوصمة الإلحاد والكفر والزندق وهذا بدءا من البابا هذا أوربان الثاني الذي دعا إلى الحملات الصليبية هم وصفهم بأن هؤلاء كفر زندق يجب أن نحرر أرض بيت المقدس منه قال لتجعل منه الكنيسة ممثلا للعرب يعني العرب الذين سعد دائما اعتبارهم ملحدين كفر وذلك ليكون الإلحاد وافدا من الشرق الإسلامي بقصد تجييش الغرب الذي لا تزال السيادة فيه للمسيحية ضد الإسلام وإذ كان للبواعث وإذ كان لبواعث لبواعث الحقد والكراهية الصليبية يعني هم جعلوهم كفر الكنيسة جعلت العرب والمسلمين كفر وزندق وكذا ليش لكي تستطيع من تجييش تجييش الغرب وتجييش الجيوش أو تكوين الجيوش للقضاء على هذه الحضارة الإسلامية طبعا بدافع العقد وبدافع التوسع وبدافع الاستعمار وبدافع الاستغلال واحتلال خيرات الآخرين طيب قال ولم يجد التيار العقلاني الناهض المتأثر بالعرب هذا العقلاني التيار العقلاني الغربي يعني المتأثر بالعرب والمتعاطف معهم أي غضاضة في هذه الصورة التي رسمت لابن رشد طيب يعني يعني هي الكنيسة حاولت تشويه ابن رشد والقول عنه في نهاية المطاب بأن هذا فكر الحادي وكفر وزندق فهنا فهنا الفكر المعجب بابن رشد قاله طيب ملحد ملحد كافر كافر زندق 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 نحن ما نمالع من هذه التسمية لكن مع ذلك نحن معجبين فيه طيب لذلك هنا قال جاء التيار العقلاني العقلاني الناهضة المتأثر بالعرب والمتعاطف معهم أي غضاضة في هذه الصورة التي رسمت لابن رشد رسمت الكنيسة لابن رشد وفكره الصورة الظلامية يعني بل إنها تقبلت بترحيب من جانب هذا التيار واستخدمت كسلاح مضاد للكنيسة والسلطات الكهنوتية بعكس ما أرادت هذه السلطات ورغبت يعني هي شنعت ورسمت هذه الصورة السوداء لابن رشد أنه زندق كافر لتبسط سيطرتها أكثر ولتحرم الناس من استفادة من هذا الفكر الرشدي لكن طبعا هذا كان رأى أثر عكسي أنه هم الناس اللاسية من المتأثرين بالفكر الرشدي تمسكوا أكثر به طالما هو يضاد الكنيسة اللي هم أصلا ملوا منها ومن سلطتها ومن قمعها للحريات وما إلى ذلك ثم يعقب فيقول وهكذا يكون ابن رشد فتري عليه مرتين الأولى من قبل الكنيسة والثانية من قبل التيار المناهض لها مرتين فتري عليه أولا من الكنيسة التي رسمته بصورة سوداوية كما قلنا ثانية من قبل التيار المناهض لها لأنه وقبل هذه الصورة واعتبروا أنه فعلا وهذا فكر الرشدي يعني فكر مناهض للدين أصلا ومناهض يعني أنه منادي بالحريات المطلقة ومناهض للدين وأنه لذلك الكنيسة اضطهدته فصار ابن رشد مفتر عليه من وجهين ومن طرفين من قبل الكنيسة ومن قبل الطرف المناقض لها قال وأريد له أن يكون ملحدا زنديقا من قبل الطرفين كلاهما اجتمعوا على الكنيسة والمناهضين لها اجتمعوا أو أجمعوا على أن هذا ابن رشد كان كافرا أو زنديقا أو يعني مناهضا للدين لكن الغرض من الوصم من هذا الوصم مختلف فالغرض للكنيسة من هذا الوصم أو من هذا الوصف لابن رشد أن تنفر الناس عنه لتبسطها سيطرتها أما الغرض غرض التيار العقلاني المناهض للكنيسة من وصفه لابن رشد بالكفر أو قبوله قبول وصف الكنيسة له بالكفر أنه هو يعني يتخذ من ابن رشد قدوة له لمنهض الكنيسة هذا يعني الغرض غرض كل من الطرفين مختلف لكن هم كلاهما متفق على توصيف ابن رشد بأنه هذا فكر يعني في يعني خروج عن الدين أو هو فكر مهرطق أو ما إلى ذلك مع أنه أصلا ليس له علاقة بالمسيحية هو ربن رشد يعني عالم مسلم وإن كان عليه مؤاخذات أو له فلسفة أو مذهب كلامي يعني يناقض أو يخالف ما عليه الجماهير طيب الآن طيب قال وأريد أن يكون أريد له أن يكون ملحدا زنديقا قبل الطرفين واتخذته الرجدية اللاتينية التي بدأت تتصادم مع الكنيسة غطاء لأفكارها التحررية وستارا لدعوتها العلمانية طيب نحن نقاربنا أظن على الانتهاء بقية صفحان نقرأ بسرعة هذا التوظيف الغرضي للفكر الرجدي ساعد في الواقع على بروز بن رشد كرائد للعقلانية في مواجهة القمع والاضطهاد الفكري الكنسي لاحظونا أنه امتخذوه اللي يواجهه هذا القمع الكنسي فبدأت تتزايد ترجمات كتبية للاتينية تزايدا هائلا حتى لم تكن تمر سنة فيما بين 1480 أو 1480 و 1580 يعني مئة سنة هذه دون ظهور طبعة جديدة لإحدى تلك ترجمات يعني ترجمات التي ترجمت بها كتبه قالوا طوال عدة قرون تالية درست أوروبا فلسفة أرسطو من خلال عيني ابن رشد يعني لأنه كان الشارح سموناه الشارح شارح لكتبه وفعلا شرحا كتبها ومعظمها واحتلت الرشدية مقام السيادة في الجامعات الغربية الكبرى مثل جامعة بادوفا في إيطاليا التي أصبحت معقلة الرشدين فيما بعد ثم توسع انتشار الأضاليل ثم توسع انتشار الأضاليل الرشدية على حد تعبير بعض المسيحيين المحافظين حتى وجدت لها صدى في الجامعة الباريسية حتى يمكن القول أن رسائل تومة الإكويني وألبيرت كانت موجهة شخصيا ضد أساتذة باريسيين تأثروا بالرجدية وهو ما يبدو واضحا في رسالة في رسالة لتومة الإكويني تحمل عنوان ضد الرشدية الباريسية يعني كانوا في باريس مقتنعين أو متأثرين بهذه الأفكار الرشدية التي سموها بالأضاليل هذا التيار المناهض لها منها تومة الإكويني كان مناهض لإبررشد وكتبه فلذلك هو كتبا ليس ردا على إبررشد بل ردا على من تأثر بإبررشد من إخوانه الغربيين أو الأوروبيين قال والذي يبدو أن الرشدية أصبحت في ذلك الوقت كالعلمانية اليوم معيارا لدى جماهيرها للثقافة والتحضر والرقي الرشدية أصبحت في ذلك الوقت معيارا للثقافة والتحضر والرقي بالعكس الآن من يعني الآن الآية كما قلنا انعكست عند العلمانيين العرب يعتبروا أنه لا الحضارة الغربية هي التي تعكس الثقافة والتحضر الرقي ويأنف وهذا التيار العلماني العربي يأنف من الحضارة الإسلامية والعربية ولا حول ولا قتل الإبلاف قال فلابد لكي يعد الباحث من المثقفين واسعي لابد لكي يعد الباحث من المثقفين واسعي الاطلاع أن يتشدق باسم ابن رشد هناك يعني في الغرب لا بد أن يكون مثل الآن كيف نحن نتشدق تشدق العلماني العرب باسم مثلا هيكل اسم مثلا كونت اسم مثلا سبينوزا فرويد وهكذا يعني الآن هو كان في ذلك العصر أنه هذا التيار العقلاني في الغرب كان يعني المثقف منهم كان يتشدق بابن رشد ويترفوه ببعض أفكاره إلى أن يقول لقد أصبحت الرجدية في نظر المحافظين ابتلاء بالتشرق مثل ما نحن نقول الآن ابتلاء بالمستغربين فكان هنا عند التقليدين هناك في الغرب كانوا يعدون هذا التيار الرجدي ابتلاء بالتشرق أنه هذا الغرب يريد أن يطلع على ثقافة الشرق قال على غرار الابتلاء بالتغرب لاحظ نحن الآن لاحظ على غرار الابتلاء بالتغرب الذي نحاربه اليوم وخلص انتهت تقريبا طيب قال وغدت ثقافة دارجة لدى الطبقة الراقية في البندقية في البندقية في إيطاليا يعني وغدت وغدت ثقافة دارجة لدى الطبقة الراقية في البندقية يعني طبقة الراقية في مدينة البندقية في إيطاليا كانوا يعني كانوا مقتنعين أو متأثرين بثقافة ابن الرشد وكتبه طيب حتى إن الذي لا يتبنى الرشدية ولم يطلع لم يطلع عليها يعتبر تقليديا أو ظلاميا أو رجعيا على غرار ما هو سائد اليوم لدى العلمانيين المتغربين لأنه العلمانيين المتغربين العربية يعتبرون أنه كل واحد لا يعني لا لا يطلع على ثقافة هؤلاء أو كتب هؤلاء كهيكل وكانت وفرويد ومعنون أيضا داروين وما إلى ذلك تعتبرون متخلفة طيب قال نستشف ذلك من حديث بتراريك هذا اللي هو جندته الكنيسة أحد من جندته الكنيسة ضد الفلسفة الإسلامية أو العقيدة الإسلامية أو الدين الإسلامي بشكل عام قال نستشف ذلك من حديث بتراريك مع أحد الرشديين إذ يستشهد الأول يعني هذا بتراريك هذا التقليدي أثناء حديثه بالقديس بوليس فيعبس الرشدي هذا الذي يحاوله يعبس الرشدي يعني واحد غربي لكن مقتنع ببن رشد فيعبس الرشدي ازدراء ويقول احتفظ لنفسك بهذا النوع من المعلمين يعني أنت تستشهد لي بوليس لا أنا ما أقتنع به احتفظ لنفسك بهذا النوع من المعلمين وأما أنا فلي معلمي وأعرف من أعتقد يشير إلى بن رشد ثم يتابع الرشدي قائلا إيه إيه ابقى نصرانيا وأما أنا فلا أؤمن بواحدة من جميع هذه الأساطير ولم يكن بوليسك يعني بوليس يعني ينسبه إلي بوليسك وأغسطينك أغسطين يعني 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 يزدري به يعني أغسطين أغسطينك أنت مو أنا هذا لا ينتسب إلي وجميع هؤلاء الناس الذين تقيم لهم وزنا غير ثرثارين هذول علاقين أنا عندي أنا ما يساووا عندي ولا إشريت مصلي أنت احتفظ فيهم ليتك كنت قادرا على مطالعة ابن رشد لاحظ فتبصر مقدار ما هو أعلى من جميع هؤلاء المجان هؤلاء كلهم ثرثارين لو أنت طلعت على ابن رشد لعرفت الفرق يعني يريد أن يقول ثم يعقب أخونا فيقول إن هذا النص فيه دلالات متعددة فهو يكشف عن المدى الذي بلغه الفكر الرشدي ثقفة ودفعها في طريق المواجهة للثقافة التقليدية التي يمثلها كل منبولس واغسطين وبتراريك هؤلاء كلهم تقليديين لكن الطبقة المثقفة والراقي كانت تتخذ من فكر ابن رشد يعني منطلقا لتواجه هذه الثقافة التقليدية التي يمثلها كل منبولس واغسطين وبتراريك لكن علينا أن لا ننسى أن مثل هذا الكلام لم يكن يمكن مجاهرة به مثل هذه المحاورة لم يكن مجاهرة به لأن ذلك يعني الموت كل ما في الأمر أنه حوار شخصي يدور بين بتراريك وأحد زائريه في منزله وأحد زائريه يعني الرشديين المقتنعين بابن رشد أن النص يكشف أيضا عن جهل بتراريك باللغة العربية التي يكتب بها ابن رشد ولذلك فإن الرشدي يتحسر لأن بتراريك لا يمكنه قراءة ابن رشد مباشرة وقد سبق لنا قريبا وقد سبق لنا قريبا أن نقلنا نصا يوضح احتقار بتراريك للعرب ولغتهم وحضارتهم هنا لما قال هنا لما ازدر هذا بتراريك ازدر باللغة العربية ولاحظونا وقال أنه أنا أنا أرجو منك فيما هو خاص بي لا تعتمد على عربك وأنه قال أن هؤلاء الشعراء العرب أن هؤلاء متخني هؤلاء متخنيثون وعندهم هجر وفحش بالكلام وأنه أنا لا أستطيع أن أتخيل أن شيء صالح يصدر عن العرب فكيف أنه تغمرون هؤلاء العرب بالمدائح التي لا يستحقون هذا سبق أن قرأناه ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم والحمد لله رب العالمين